ممكن أقول لكم حاجة بسيطة على هذا المشروع أنا أظن فاهمي المتواضع أنا فاهمي المتواضع كلام الرئيس يتحدث فيه عن شكل تكاملي في السحل الشمالي الغربي ده تصوري فاهمي يعني إيه أقولك أنا مصر يعني عندها العالمين الجديدة مشروع مهول وعظيم بعد العالمين بتخش حضرتك على المنطقة بتاعت سيدي عبد الرحمن وبعدين تكمل على الضبعة ورسل حكمة وهكذا طيب بعض المشاهدين والمشاهدات المواطنين والمواطنات أسعدهم وحالفهم الحظ في أن هم يروحوا مثلا اليونان أو يروحوا تركيا أو يروحوا أبروس أو يروحوا سواحل المتوسط في فرنسا أو سواحل المتوسط في إيطاليا أو سواحل المتوسط في أسبانيا اللي راح خير وبرك اللي ما راحش يقدر يستخدم الجهاز العظيم ده ويقدر يطلع فيديوهات متعلقة بأجمل الشواطئ بتاعت كل المدن اللي أنا قلتلك عليها أو كل الدول اللي أنا قلتلك عليها دي هتلاقي الشط عبارة عن إيه؟ هتلاقي الشط يا محصحص حصا يا إما زلط شمال المتوسط يعني سواحل شمال المتوسط دي كده يا حصا يا زلط خلقة ربنا لعب فيهم ولا ميزالينا خالص هي خلقة ربنا ربنا خلق شمال المتوسط سواحلوا كده بس هم ناس من زمان شطار بيستغلوا الحاجة بتاعتهم بالمزبوط ويعظموا القيم بتاعتها إلى أبعد مدى ممكن يصلوا يصل إليه العقل البشري إحنا زمان كنا فنانين في إهدار النعم مع إنه مصر دي أرض النعم ربنا ادلنا الخط الساحلي ده قبل مناسبة والمية هناك مش حلوة عشان بس تبقى فهم يعني يعني المية هناك في البحر مش حلوة وانا الطيرات المائية بتاعتها جمدة قاسية عنيفة يعني حتى لو ملاقيتش إن الطير المائي مثلا بتاع المقع تلاقي إنك يا دو تمشي خطوتين وهب تلاقي نفسك يقولك في الغريق ملاكش طول يعني إحنا بقى حاجة تانية سبحان الله فضل ربنا سبحانه وتعالى والنعمة اللي كتبها لنا تمشي إنت مثلا في رأس الحكمة تفضل ماشي جوه المية ماشي مش عايم المية أخيرة تلاقي أصلك لحد مثلا هنا فوق قصدك بشوي الله ده المية كريستال خلقة ربنا المية كريستال المية هناك مش كده خالص خالص ما هنكوش ايوه على الفكرة مهم يعني طب الرملة بتاعتي رملة نعمة بيضة يعني إنت ماشي على بودر التالك حاجة سكر نعمة لم نحسن استغلالها لسنين طويلة سؤال بقى حضرتك كسئحة تبر نفسك ولا مصري ولا أوروبي انت راجل جاي من أي حتة في الدنيا لما تحب تروح تنبسط وقدمك لاختيارين هتختار إيه هتقول لي والله لو أنا بختار على مكان طبيعي وحلو وبتاع مش عاب إيه هختار اللي في مصر بس يا يوسف بالضبط كده أصلا أنا هروح فين ده المنطقة هناك غير مقهولة ده مفيش قتلات ده مفيش مطاعم كفاية مفيش طرفيه مفيش بيوت مفيش 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 أسواق مفيش مدن طب أمال إيه أنا هروح نيس أنا هروح كان أنا هروح مش عارف كذا ماشي ما ها اسمع مني ما أنا بروح هناك بلاقي قتلات مختلفة الأسعار فعلى قد ميزانياتي بعرف أزبط وبلقي ناس بتأجر الشريهات والبيوت بتاعتها وكبينها وبتاع ومش عارف إيه وبلقي مطاعم عشرات مئات ألاف المطاعم في هذه المدن وهذه الدول ها هتلاقينا فيديو رص الحكمة ها يا خبرة بياض علمية يا جدعان هنا بقى شوف المخ لو أنا جيت في الحتة بتاعتي الجميلة الحلوة الطعمة لربنا سبحانه وتعالى الدهالي دي وخدت قرار إن أنا أحسن استغلالها يعني بقت كل الخط ده مليان قتلات كل المستويات 5 stars plus اللي بيسموها 7 stars مش حاجة اسمها 7 stars هي 5 plus خلاص وأربع نجوم وتلات نجوم وألاقي شليئة أجروا ولا فيلا ولا شقة ولا كبينة ولا أي حاجة وألاقي مئات ألاف المطاعم وكافيتريات ومحلات وهاشتري لبسه وأكله الخواجة بالمناسبة عايز مدن مش عاوز قرى السياحية كل اللي اتعمل في 30 سنة 35 سنة كوم كوم أما كنوش 30 كان قالوا من 30 شوية يعني القصة بتاعت يلا بينا نبني على السحل الشمالي قرى السياحية دي كانت اختراع كده ظهر في نص التمينين فالله يسمحهم يعني إهدار صاروا عقارية مهضرة طول السنة مهضرة تستغلها شهرين بالكتير ثلاثة ودمتم مهم اللي جاي هقولك إزاي هتستغل حتى الحتة القديمة دي اللي بسموها السحل الطائم دي تستغل منتقى البساطة نزالها على Airbnb حلاوة لو الطريق بيتغير أو في جزء كبير جدا من الطريق يتغير وتطوره بقى عشر حارات يمين وعشر شمال وطرق خدمة وكباري وطريقة بتاع وكانوا بيتطريقة عليها زمان لو تفتكروا اه نا لا أنسى أول واحد القوع دي أحلى حتة أنا رحتها كنا في الضبعة في المشروع الزراعي هناك وبعدين قلت أنا لازم ما أطلع أبص بص على الطريق اللي بيتكلم وعليه ده الناس قاعدة بتتكلم عميان أنا هروح مشي علي مشيت علي أنا فاكر وقتها جيت هنا وقلتلكوا يا جماعة ما تسمعوش كلام حد ده الطريق أعظيم مهم هيبقى كل الطريق ده كله الطريق ده هيبقى كده من أوله لحد مرسى مطروحه السلوم هيبقى كده مهم يعني فهيقاجي ألاقي الله طب ده الناس اللي عندها الحاجات دي تقدر تأجرها وهتقدر تعمله بتا طب تعال بقى على المشروعات الجديدة اللي بتتعمل راس الحكمة وإخواته هنا بقى ده التكامل الناس بره هيجوا لقوا مدن ليست مدينة ولا اثنتان ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة مدن فيها كل حاجة وبالتالي هنا يحصل إيه طبعا تبقى وجهة صحية عظيم وانت بقى تيجي تقولي درجات الحرارة عامل ازاي بالنسبة للأجانب درجة الحرارة بالنسبة للخواجة غيرنا خالص يعني هو مستعد يروح هناك مثلا من شهر مارس بالنسبة له عظيم جدا وينزل البحر وكله تبقى انت واقف بره كده في مارس لا يا عامل لسه المية بردة هتلاقي الأجانب كده قاعدين بيلعبوا في المية وميت فل واربعتاشر وسعدة ومبسوطين وبيتشمسوا وشايفين ان دي شمس طبعا احنا بالنسبة لنا الشمس حاجة ده الشمس عندنا تبدأ من درجة حرارة اربعين وانت طالع هو بالنسبة له لا عادي عادي انا بالنسبة لي اربعة وعشرين حلوة ده المستهدف انه الناس تيجي تقعد عندي تصيف تشتي تنبسط تهيص اوعى تفتكر انه الجو بتاعنا في الشتاء ده بالنسبة للأوروبيين وحش خالص ماهي الاخر يعني عشان نختصر قال ليه يعني ان اختصرت كده اه هو المشروع التكامل على هذا الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية فاتحقق منه اعلى استفادة اقتصادية ومستدامة لهي شهر ولا اتنين ولا تلاتة ده هيبقى احلى من اللي انت شايفه احلى بكتير من اللي انت شايفه احلى بكتير من اللي في خيالنا بكتير يعني بص مش بقى عالمي بمقييس عالمية بتاعت دلوقتي لا بالمقييس بتاعت اللي جاي المزيد من التطور